السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تكونوا بخير ما ده النهاردة بتكلم عن طريقة جدولة المنشورات في الانستجرام بخطوات بسائة جدا تقدر تعمل الشرح ده من ايه جهاز بوائل بيستخدمه سواء كان اندوريد او ايو اس عشان بتقدر تشاركة انا نبدأ الشرح قبل ايه حاجة يكون شاكلك لو عملت شاكلك لقناة بتاعت فعلت زر الجرس عشان هصير كل جديد اول حاجة هتعملها هتيجي تفتح تطبيق الانستجرام وهتخش على صفحتك الشخصية وبعدين هتعمل منشور بشكل عادي جدا هتيجي تختار الصورة او مقطع الريلز اللي انت عايز تعمل لهم جدولة في الانستجرام وبعدين هتدوس على علامة السهم من اعلى او التالي وبعدين علامة السهم او التالي تاني قبل ما تبدأ في عملية نشر المنشور بتيجي تنزل تحت كده بتلاقي عندك اختيار اسمه اعداليات متقدمة بتدوس عليه وبعدين بتيجي تفعل اختيار كومب جدولة هزا المنشور لو ما لقتش عندك الاختيار بتاع كومب جدولة هزا المنشور هكون سايبلك الحل في اخر الفيديو بعد ما بتفعل الاختيار كومب جدولة هزا المنشور بيظهر لك التاريخ اللي انت عاوز تجدول فيه المنشور ده فنت بتختار التاريخ بالشكل ده واليوم وبعدين بتختار الساعة وبعدين بتختار الدقايق التاريخ طبعا بيكون اول حاجة بعدين الساعات وبعدين الدقايق بعد ما بتختار الوقت اللي انت عايز تنزل فيه المنشور بتدوس على كلمة تم كده انت عملت جدولة للمنشور عشان تحفظ الاعدادات بترجع خطوة الورا وبعدين بتدوس على علامة الصح من اعلى كده انت جدولة المنشور ده عشان تشوف المنشورات اللي انت عملت لها جدولة اول حاجة بتعملها بتيجي تقفل تطبيق الانستجرام من الحاجات اللي انت فتحها وبعدين بتشغله تاني وبتخش على صفحتك الشخصية بالشكل ده وبعدين بتدوس على التالي الشراط اللي تحت بعض من اعلى وبعدين محتوى مجدول طبعا لو مظهرش عندك الاختار ده اقول لك على الحل برضو في اخر الفيديو بعد ما بتدوس على محتوى مجدول بتلاقي كل المنشورات اللي انت عملت لها جدولة في الانستجرام هتلاقي جنب المنشور تلات نقط جنب بعض كده بتدوس عليهم لو حبيت تعدل الوصف بتاع المنشور بتدوس على كلمة تعديل المنشور لو حبيت تعدل الجدولة بتاعت المنشور بتدوس على اعادة الجدولة بالشكل ده وبتختار التاريخ الجديد اللي انت عاوز تجدول في المنشور لو حبيت تنزل المنشور دلوقتي فبتدوس على مشاركة الان لو حبيت تحزف الجدولة او تحزف المنشور بتدوس على كلمة حصف اللي هي الاخيرة عشان تحل مشكلة عدم ظهور كلمة محتوى مجدول او كنب جدولة هذا المنشور اول حاجة تعملها هتحول الحساب بتاعك الى حساب احترافي او تجاري وهسيب لك شرح تحويل الحساب في الشاشة دلوقتي او في وصف الفيديو بعد ما بتحول الحساب بتاعك لحساب احترافي او حساب تجاري بتيجي تقفل تطبيق الانستجرام من الحاجات اللي انت فتحها بالشكل ده وبتيجي تفتح التطبيق تاني وبعدين بتدوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض اللي في الصفحة الشخصية وهتظهر معاك كلمة محتوى مجدول لو حولت الحساب بتاعك لحساب احترافي وكلمة محتوى مجدول ما ظهرتش معاك يبقى الميزة دي مش متوفرة لحسابك في الوقت الحالي وهتتوفر ليك في قارب وقت كلا الشرح بتاع النهاردة انتهى ارجع تكون استفدتم من الشرح لو استفدتم من الشرح ستشعام الشرق لنفعل زال الجرس وتعمل لك في الفيديو شكرا اشتركوا في القناة